غريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تولي المرشدين المصريين مهمة الإرشاد والقطر في قناة سويس كان يوم مفصلي وكان ساعات مفصلي لذلك احنا بنحتفل بعد مرور 65 سنة 65 سنة بنحتفل وحنا عاديين بقى مروائين وتمام وبنقيم اللحظة في حينها كانت صعبة جدا الرئيس هو بيقول نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عام على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس والتي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية وملحمة لانتصال الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة فتحية تقدير واعتزاز لمرشد قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم ساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم الرئيس مهنئا مرشدي قناة السويس وهيئة قناة السويس بمرور 65 عام على توليهم وإدارتهم بمفردهم وبإمكاناتهم المصرية لهذا الشريان الذي أعتقد من 65 من 56 وحتى الآن الحمد لله قناة السويس بتنطلق من حالة نجاح إلى حالة نجاح أكبر لتعبر عن نفسها كأهم شريان ملاحي في العالم دون منازع دون منافس ولو كاره الكارهون ولو حاول وفكر المتنافسون إنهم يعملوا حاجة بديلة بقول إن خناة السويس خارج إطار المنافس ترجمة نانسي قنقر